مالليم؟ إذا حكينا؟ راحت علينا؟ راحت علينا اشتركوا في القناة مصر الخير مشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جيدة من راحت علينا من تليفزيون لنا أيوة أيوة سمعوني سمعوني الزقف اللي هي يعني مش هادي شو هادي زقف هادي سمعوني الزقف أوي أول جي بعد يوم يومين بيكون عيد الأطحى بدي أتوجه بالتهنئة لكل الجمهورنا اللي عم بيحضرنا بسوريا بمناسبة عيد الأطحى المبارك ينعد عليكم عبار كل السنة يا رب هلا ينعد عليكم ينعد عليكم بظروف أحسن أكيد لأنه الظروف السنة تعباني هاقولون الزروف تعباني ينعد عليكم بظروف أحسن دي اسمع زافي كتير كبيري لتيسير والفرقة الموسيقية تايم عبد النور عبد كسابيان ونجوة عبود لك أكتر أكتر اسم بدحك عبد كسابيان آآ بدي يقول إنه صيفية لحد هلا حلوة على رغم الكورونا وعلى رغم كل الظروف كل الجمهور جاء حد كم مات في مشاكل أكيد ما بقى في أعراس أو في أعراس بس أعراس اليوم بالصيفية مش متل أعراس دايماً صاروا الأعراس اليوم طلع عرار عن بلبنان وبسوريا إنه العرس ممنوع يتقطع لعشرين شخص يعني بس باياكوا إمك يعني مبداياً بايا العروس بايا العريس أم العروس أم العريس كانوا يبعثوا كانوا يبعثوا الكارت نوماً هنيئاً لأطفالكم هلا بتبعث كارت للمعزيم نوماً هنيئاً لكم ولأطفالكم يعني بكم اتنين عشرين شخص بس بس برد بردو أنت مضطر تحافظ على بعض التأليد يعني على بعض الاشياء اللي كنت تعملها بالأعراس مجبور تعزهم مجبور تعمل ليستو مرياش نحن بسموها عنا ليحة الهدية بتحطها بالبانك بتحطها بالبانك بتصحبها أيام أحفادك نحن عنا صار بلبنان يعني ما بتحفظ بتصمد لهم إياهون بتصمد لهم إياهون برافو عليك أسامة طاولات مثلاً لو عايزي مع عشرين شخص بدك تزلك تسمي أسامة طاولات تعرف أنت هلا بالأعراس بتسمي أسامة طاولات هادي مثلاً الأقحوانة يعني مارغوريت شو بقوله أرطانسيا أسامل هلا لا هلا بتسمي طاولتك إستاذ أنت هونيك على طاولة الكوليرا أنت كوليرا هونيكي أنت طاعون إستاذ أنت سارس أسكيف أمراض أسكيف هلا أمراض البفاء غير شيء البفاء لأنو اللحم بتعرف ما بافي حدا يشتريها كل لحمة يعني كل اللحمة كيلو اللحمة مدري كم ليرة يعني خمسين ستين سبعين ألف ثمانين ألف ليرة يعني بلبنان وشي عشرة خمستاشر ألف ليرة صار بسورية أنا عم بتحكي بكمية بأسعار غالية فصار بفاء العرس كنية عن حبوب عدس فصول يا قد ما فيك بتلاقيه ما بتلاقيه يعني ما بقى فيه بكل عرس قلو قرص بكل عرس قلو فص ما فيه يا قد ما أسكيف بكل قد ما بتعبه غازات من وراء البيفاء العرس من شأن النفخة تيه بجيبه نواسعين من شأن النفخة غراب عليك للبدلة بدك تجيب إذا أنت بتلبس اتنين وخمسين جيبها اربعة وخمسين لأنه بدك تفلوش بتفلوش هيك تنفخ كلك سوا وبعدين بدك تجرب ترقص العريس قد ما فيك لا يهضم عدس يلا هو ماشي ماشي هيك يلا عدس فصوليا ماشي العريس وعلى عين مونيتان بروت على الطرق واحدة والعين مولاية بروت واحدة تانية مش ما أقول من غريب عجيب حتى الزفة بدك تجرب تعملها قد ما فيك بعيد عن المعزيم الزفة قد ما فيك بدك تجرب تعملها بعيدة عن المعزيم بزمان كورونا احسن ما تنخلط كلك سوا في بس كابل لقى يعمل زفة بعيدة عن المعزيم يعني الزفة بزمان كورونا صار بتنعمل هيك أرجانيزر بعقد هذا مش متعهد حفلات متعهد حفريات متعهد حفريات بروت عليك جيبوه حطونا على الجرافي وعلو اللودر شو بسموها لودر هاي شو بسموها؟ كاتبوا لودر؟ الشفرة خلينا ايه علو الشفرة بربو عليك وحلا قولوا للعرسين عم بمزح لانو شفرة بس انو هاي دي حلوة انو الحلو انو العروسين ما بيسلون شي لعريسين ما بيسلون شي المعزيم بيحترق سلافهم بس الحمد الله اللي تقسموه بعدين تجي انت داك تتجوز تقول بي زمان كورونا ليه بدي تجوز خيه؟ وين بدي اظهر انا ومرتي ما في مهلنا تظهر عليه؟ بنا نظل قاعدين ببيوتنا بتطلع انو لأ في محلات تظهر عليهم ايه في اختراعات تقد خطيبتك اليوم انت رجعت من شهر عصل ما فيه سفر ما فيه كازدره ما فيه فيك تخذ هيك مشاريع بسيطة فيك تخذها على السينما السينمايات العادة ما فتحوا بس صار فيه سينمايات مش عادة تاخد مرتك بس تتجوزها على هاي السينما النهر السن بي باريس ليتحول لمنصة عائمة لعرض الافلام بالهواء الطلق مع غياب دور السينما بسبب الخيوض المفروضة جراء تفشي كورونا ثمان وثلاثين قارب او على بيعد الناس او على بعض الكراسي المتناثرة على ضفة النهر ليتابعوا احد الافلام الكوميدي سينما سينما بالماء سينما يعني انو سينما سينما بتخذها على السينما تحضر انتوا بقلب الماء بتقعدوا بقلب الماء هلا مش مشكلة مشو حركوان تكون ساعتين فيلم جربوا ما تفوتوا على الطوالات بهي الساعتين لانو كيبك فوتوا على الطوالات الا ازا بك تعملها باردك يعني وبالماء ما حدا بنتبه بنهر السان يعني اه بيصير نهر البيسان يعني ايه بسانسان ايه بسانسان بتطلع ريحتو بسانسان قوية كتير هلا بدك تجرب انت ومرتك يا خيه ايجا براسك انه ما بدي عيش على هيدا الكوكب بالمرة لانه انه ما كسم حتى السينما صارت بالماء بدي روح على كوكب اخر تيجي انت عم تطلع على كواكب وان فيك تروح بتطلع بتلاقي هذه الدراسة توقعات الامم المتحدة يمكن ان يصل عدد السكان لتسعة فاصل سبعة مليار شخص بحلول عام الفين وخمسين ماذا لو انتقلنا للعيش على كوكب اكبر من كوكبنا بعشرة اضعاف الجاذبية ستكون اكبر بكثير ونحن كبشر سنكون اقصر ونتمتع بقوة اكبر وسيتعين علينا بذل مسيدي من الشغل لنتحرك حتى وزننا سيكون اكبر على سبيل المثال سيدة بوزن خمسين كيلوغراما على الارض ربما سيكون وزنها مئة كيلوغرام على كوكب بضعف حجم كوكبنا وخمسمائة كيلوغرام على كوكب اكبر بعشرة مرة حتى اذا اراد انت ومرتك تتركوها على العالم اللي مليان بالكورونا بتروحها كوكب اخر في عندك عدة مشاكل الاول مشكل انه بتصير اقصر على كوكب اخر وانصح وانصح هلو انا لك انا انا قطعت مص الطريق بلشت يعني انا بلشت حد الحالة انتقل على كوكب اخر ارادة اصير وناصح يعني بلشت انتقل بس لتشوف انه بتصير اقصر وانصح يعني هايدي اول عندك اول عقبة ولا مرة بتقبل تروح اهيك كوكب المترح ما بتصير اقصر وانصح مستحيل عم فكر انا عصام ازرح عغير كوكب ادي بصير يعني عدي انت عبقوله عبقوله بدوبل انت ازرحت ع كوكب اخر بتصير كوكب عيش بكوكب يعني هاربتين كيف فما فيك تقول له كوكب اخر خلص علاقة ببيتك علاقة هوني على هيدا الكوكب فبدك تمشي بالزواج متل ما هو متل ما موجود هلا متل ما عايشين لعنا هلا اوكي في امور صعبة بكتب تخطيها مسلا اليوم انت اليوم كنت عيش ببيت اهلك كان في امك يعني الله يطول بعمرة هي بتعملك تختك بس تقوم من النوم هلا ما اسفي منها بدك انت تعمل تختك بيدك شو مرتك ما بتشتغل عندك تعمل لك تختك عرفت كيف بس ما تقتلهم صار في اختراج جيد بهين لك الحياة الزوجية تخت بيساوي نفسه بنفسه مش عم مش عم نمزح معك والله شو حلو ما بقى فيكم تقوله ما بقى فيكم تقوله صار تخت بيزبيت نفسه بنفسه ماكسوم تقولك مرتك هي بايبي ليه ما زبطت تختك ما في واي فاي والله ما في واي فاي ما عندك حج غير انه ما في غير انه يقطش الانترنت ازا ما قطش الانترنت ما يزبور تزبي تختك هلا النسوان كيف وبعد بده نغسالي تطوي لحاله الغسيل وبيصير تمام يعني اذا ازا صار في عطل شو بتلو لتختك تكل ع حالك يعني شو ليش ازا صار في عطل بدك تشوف شو بيك تعمل ما بدك تصلح الانترنت ما فيك بد سمارتفون عندك بالتليفون بدك تصبت اتكب ايباد هيدا الايباد اسمه ايباد 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 بعتقد اسمه ايباد ازا مني غلطان عندك لولاد بكرا بيشيك ولاد وعندك موضوع انه يعملوا يعملوا درسون وتاني نهار هيدا كمان موضوع صعب يعني بيصعب لك حياتك لانه ميمد يدرس لولاد وهيدا فمشان تشبروا يدرسوا بتحضروا هيدا الخبر وين لو واحدهم بصيروا يدرسوا ويعملوا فروضهم والله ارسال تلميذة امريكية الى السجن لعدم قيامها بالواجبات المنزلية حبسوا والله ان حبسوا واحدة تلميذة لانو ما عملت الهومورك طبعا حبسوا بعتوا على الحبس بتفرجوا هيدا الخبر لابنك قصم عن راسه بيعمل الفرض طبعه هلا صار بالحبوسة بامريكا فيه ضعارة مخدرات املاق قواعد فيه كذا اخر شي انت يا بتتخرج شهادة يا بتاخد شهادة يا بتاخد شهادة تحس تسلوك يعني قرفت كيف? هلا الارتصية مسلا للسنة اللي بعدها هاي البنت شو كان بدها قالتن قالت لأ امه شو بديك ارتصية? قالت لما ما قلم رصاص قلم بيك بالراية محاية علبة حلاوة علبة ضخان هالشي يعني هالشي بديهية اي هالشي بديهية اللي بنعازوا بالسنة الدراسية عرفت كيف? فهول الاشي اللي بتنعاز هلا عادة ان كمان عندك مشكلة بس تجيب ولاد انو مين بدي يععد حدك كمان بالمشاورة؟ مبدي انا بدوعات عالشبك انا بدوعات عالشبك انا بدوعات حدك انا بدوعات حدك بي بس عائلة بيكامبوديا حلت هيدا الموضوع بايوا امه 16 ولد بس ما في اسر حلوا المشكل شوف كيف كيف ينزلوا كيف ينزلوا فرايم واحد بيصير كله على الارض بيهروا بربعه وما بينزلوا بالسيارة بيطلع بيهروا بالسيارة كله بيهروا بعدين هذا كل 500 متر بياخد كل 500 متر بينزل جون بريزان حاضر فرايم واحد من قرد العيلي كله فهلا تبعي اخر شي اليوم انحنا بعصر بعصر الاوانين وعصر اوانين جديد للسيار اليوم انت ولادك معك بالسيارة او غير ولادك معك بالسيارة في اوانين تحميهم بس اغرب اوانين سيار طلعوا بالعالم انا ده اخر خبر معنا للليلين نشوف اغرب اوانين سيار مرقوا بالعالم هني هو مجموعة من الاوانين الغريب الخاصة بالسيارة حول العالم بولاية من السوتة الامريكية يلي بتسمح للسائقين باستحاب القرد بس بالمقعد الخلفة حتى ما يشتت انت بين السائقين الاخرين انو القانون المرورة بمدينة ماريتا بجورجيا بيفرض اغلاء الهاتف المحمول خلال يدي ومنع سائقي الحافلات والشاحنات من البزء بشوارع المدينة اغربوني الممنوع تحط ساعدان الا بالمقعد الخلفي مشان ما يشتت انظار السائقين الاخرين عساس لو قاعد قد يعني عساس هو قاعد ورا ما بيشتت يعني ازا انت شفت ساعدان ورا اه اه ساعدان ورا ما باقس انا فكر لو قدام ياي لو قدام شي بيجني بس انه هو شو الفرقة هو ساعدان ساعدان بالسيارة قدام ولا ورا اه اشيك انه اه بركزن عن الولاد انا ولادي اللي قانوا بالسيارة متل الساعدين للامانة بس يطلعوا بالسيارة فعلا ولادي بس اطلعوا بالسيارة ولا كأنوا الولاد اللي بعرفهم بيصيروا ساعدين بيصير بيصير ابني معلق على هاي بتعلق فيها انت يا خي والله العظيم بعدين خيي غريبين لولاد وحيات الله غريبين مسلا انا ابني عمره صار سبعة يا خيي في شي غريب عنده يا خيي بتكون رايح من منطق لمنطق بتقل له مسلا مسلا بيطلع معك بس يأب لك نحنا اوين بتقل له مسلا بحمدون اوكي بتمشي عشرة ثوانا بقل لك وهلأ تبا بحمدون تبابا وهلأ بحمدون ووص يعلق على كلمة بابي وصلنا بابا وصلنا بابا شيقول ازا مش ور ساعة عندك من نصف ساعة وطلوع ساعة عندك وصلنا بابي وصلنا. لأ وصلنا. بابي وصلنا. بابا. بابا انا بيك مش جوجل مابس. حشل اللي بابا. اوكي? خلص. خلص. بعدين خي والله العظيمة اللي مش عم بمزع نور كله مش مش بحضره بس هو حايين. ابنك بتحطه على المقعد. انت اخر مرة شفته كان على المقعد. وحتى يطللو السيد بالت. اول ما بتحسه صار هون. وحيات امي بتحسه صار دغري. تفكر سيد داد وقعد بين النص بين المقعدين وحط ناصه هيك. بتحسه دغري صار قريب. طيب. طيب. ناخد اول بريك بحلقة الليلة ومن بعد البريك. نستقبل معنا طوليا ابو جودي الصديق النجم الكوميدي. لنندحك سوا. ونتسل لحلقة كوميدي بامتياز. حلقة تعيد ازا بدك. يلا. واحد اتنين تلاتة بريك. يلا. راحت علينا. بعد بريك مشاهدين اعود لحالية الليلة من راحت علينا من تلفزيون لنا. واجا الوقت نستقبل ضيفنا. ضيفنا اللي راح يكون معنا بعض لحظات هو ولا اسكى ولا اهضم. الاكثر موهبة في موضوع التقليد. والاكثر شمولية في موضوع المواهب. بيغني بيرسم. وبيقلد بيسمع زقف كتير كبير للنجم الكبير. توني ابو جودة. ابو جودة. سلامنا عبعد حبيبي. انا سوري ما بيقصر ما ححوط ايدي بيتم مع الكورونا ليه? لا. ما مع الكورونا. اكيد لا. عملك فحص بي سي ار? اكيد. لا. ما معمل شي. فوتولك هايدي بمنخارك? لا الحمد الله بعد ما عملت اولا مرة. توني ابو جودة اول شي انا يعني بس استضيفك بكون الموضوع شوي غريب علي. انت صديق وانت عزيز وبيشتغل انا وياك من عشر سنين على قليلة. لا من عشر سنين من تماني سنين. الفين وانتناعش اول مرة اشتغل ما سوا. بس اخر شي لو كنت صديقي بدي اعترف لك انه متل ما قلت بالمؤدمة الاكثر موهبة بتغني بتقلد بترسم عندك كتير موهب اخرى كمان العالم ما بتعرفها. طوني بصراحة. نعم. يعني خليني قود شغلي بتسمع كتير وانا بسمعها هايدي جيملي ولا مرة سألتك شو بتحس لما تسمعها. بسمع كتير انه طوني ابو جودة لو ظهر من لبنان يا لطيف شو كنعمل? بسمعها. تزعجك شو بتعملك بتحس بي نفسك مزبوطة اول شي? لك بسمعها كتير من زمان وجر بسمعها بعد نعم بسمعها. قبل كنت مبسط فيها يعني. اوكي. هلا صارت شوي خلاص انه. تأذيك? مرأ فترة مرأ فترة انه صرت اتضايق منها لانه صارت مزعجة صارت انه كانه في شي ما حققت وكي لازم تعمله. ما حققت وكأنه في نقص. وهو للأمانة انت حققت كل شي. ما في محطة بين top 3 او top 10 بالعالم العربي ما اشتغلتهم. رس ايخ الشي هذا العالم العربي. مظلوب. يعني مش ما اقول من وراء العالم العربي تصير بي الا ببعض الفنعات اللي بتصيره. او غير او 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 صعبة. صعبة. صعبة هي الواحد يعني مفروض يروح من عمر صغير. اذا بدو يجري بيكون عالمي يفوت بالعالمية. مم. بدو يروح يترك كل شي هون ويسافر. اوكي. شو الموهب اللي عندك ايها اللي مش معقول حق لك انتشار واسع بلبنان. يعني اذا بنا نحكي بالكموهبة كتقليد لانقول انا مثلا بقلد فنانين اجانب كتير. هيدول ما عندن هالجمهور الكبير بلبنان يعني. ريكي مارتن او. كل البدك يا يعني ما راقد بفترة كنت تقلدهم كلهم. اخر شي بس تشوف انه خلص ما في سوق لالهم. ما وصير تسمع على الراديو بس. وتركز على المواهب المحلية. والرسم. في ما هي. ابدأ قللك انه في موهبة الرسم لانه انا ما برسم شي تقليدي. مش انه برسم لوحات. وطبيعة. وهايك قصاص. يعني انا برسم الشرائط المصورة. هم. كارتونز و باند السيني. هيده ما كتير على السوق. يعني متل تان تام متل سيبرمان. صح. المرسومة. او قصص المصورة. قصص المصورة صح. القصص المصورة. اللي ربينا عليهم ان احنا وصغار. وهيده موهبة كتير. ومن انا وصغير باللشتة. وبعدني لها اللي عمارسة. وما الى سوق باللبنان. الى سوق بس خفيف. خفيف كتير. خفيف. وما بتعمل مننا مصاري. ما مش. للأسف ما بيعمل مننا مصاري. الا اذا بعدين. بعت اللوحات الاصلية. طب ليه ما خلنات لتطلع مساري. يعني الغنة بيطلع مساري اكتر من التقليد والكوميديا. يا خي فتنة بيطق الحنك والتمثيل والهيك. صعب العالم يجوع يتقبلوك. اي. اي. يعني بس يشوفوك بها الصورة ببطلو يتقبلوك يمكن جد كمطرب او كمغني. باك تبعد عنا كليا لا ترجع. تخيل انت. وبعدين اصلا خلينا اقول انه الفنان عنده غير التصرفات بالحياة. يعني تخيل انت باك تصير من هيدا النوع اللي. بتحط الميكرو تحت باطك. ايه. زقف مع الطيارة. ايه. شو زقف مع شو. طيار ايدي. الفراشي. شفت واحد عم يعملها مرة. ليه شو عنده مثلا الفنانين اشي بتميزه انت ما فيك تعمله مثلا. بحبه الكل. ايه. ايه. مجبورين يحبه كل العالم يعني بدهو يطيب مع الكل. وازا بيجبه ابو الاهلا حبيبي. اهلا حبيبي. خليلي اياك حبيت ايه تيابك حبيت كتير. غنيتك اللي هايدي حبيتها. ايه. بحب فنك كتير. هو بيبقى مش طايق يمكن. ايه. ومش سمع له شي بحياة. بس سمع له شي ببقى. ايه. ما فرقة اللفظ. بسبب سوقت فيهم. اه. اه. على سكتش. سوقت فيهم على. صح. اول شي بوقتها سألوك. قلتلون لا تعليق. ما هو تعليقك. شو بتقول. يعني ما حبيت تعليق قبل لانه كانت عم تكبر القصة عم تتضخم. وما بدي يكون في زلة لسان او اقول شي ممكن. ما لازم تقوله. ما لازم تقوله. او يفهم خطأ. صح. هلأ من بعد ما مرأ على وقت. يعني اول شي بدي يقوله. بتأسف انه صارت. لانه انا بعرف قدي معزة الشعب السوري لقلي كبيرة. وانا بعرف وقت طلعنا بدونك. يعني قالوا لنا بليز. انه جربو لنا يا بجودي. انه ما في شي. ايا. انت قلت. وانا. وانا كمان. من زمان وجر يعني. الشعب السوري هو كأنه شعب اخواتي واهلي. وعندي كتير اصحاب هونيك. وقبل الازمة الكبيرة يعني كنت دائما اطلع لفوق. وجمهورة. بقى اي. وكلهم بحبهم يعني. بقى صارت هالقصة. ما بعرف شو الاسباب يعني. ممكن. بلا ما نرجع. نحن نحن منصير. لا. بصير كتير اشياء كوميدي تفهم خطأا. خلينا نقول انه في اشياء كوميدي تفهم خطأا. ولكن الكوميديا كوميديا. نقال بوقتها. خلينا نقول انه نقال بوقتها انه كان مناعت تطلع على سوريا. بس هو للا كان فيه تمني علي انه ما اطلع. بس بالاسف انا طلعت كبش المحرقة به الموضوع. من ورا سكاتش عملته من ست سبع سنين اذا مش اكتر. وانا يعني عملته مش رأيي الخاص هيدا اي دا رأيي المحطة اللي كنت عم بشتغلها. انا بتأسف انه صارت الشغلة معي وبني حلق عم بطلع احكي يعني بهالموضوع. اوكي انت اليوم على تلفزيون لنا بتقول لجبور السوري. خلينا نطوي الصفحة وبدي اطلع عامل شوه بسوريا بالشام من بعد اه اه تأثبت الكورونا ما تقطع. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عبالي اطوي الصفحة وبتمنى اه ترجع وتتقبلوني بيناتكم لانا كتير اشتقت لكم و اه وعن جد يعني اه سوريا ولبنان انه نحنا شعبين شقيقين ومتل بعض اه وكل الفنانين السورية اصحابي واخوتي والشعب السوري كمان. طيب. ان شاء الله شوفكم قريبا. انت كمان اليوم ضيفة للمرة الاولى من بعد تلاقك من الاعلامي اللبناني كارلا حداد بعد قصة حب وزواج دامت 16 سنة. نعم. شو صار? الوقت قتل الحب. يعني يعني شو يعني بس خلا نعرف هل هناك لانه انا ما بدي اعدي اني ما بعرف ما فيش هالشي جوهره اللي بيخلي اتناني يطلقوا يعني. غير ممكن بعض ازا بتخلي قوله البرودة اللي نتجت من بعض مرور 16 سنة. هلأ انا اللي عب حكيه غلط او صح? يعني اكتريت الكابلز من بعض وقت بيمرقوا باشيه يعني في اشيه ما بينحكي فيها وفي اشيه بديهية بتصير. اهم شي انه نحنا ما بنكره بعض ولا بحياتنا رح نكره بعض. في مودة وحب وصداقة يعني هايدي رح تبقى. اوكي. المرأة على ال 16 سنة واللي شايفونا في العالم ما كان ابدا كذبة ما كان ابدا هيكي صورة كرمال الاعلام بالعكس. الجزء الاكبر منه الجزء الاكبر منه حقيقي. وانما للأسف الحياة اوقات تفرض اشيه على الواحد. بعدكن قلت على الجديد ان كنت طلعتوا بس عايشين بنفس البيت بعدكن. واي صار في شوية هيكي كان لازم كملها انا. يا لطيف يا لطيف واحد اللحظة لا يطلق لا ينط من البالكون يفل من انتي ضلعتك ايهات بالبيت. منظلولك فينا العالم انه طب كيف طلقتوا بعدك قاعد معهم شو هاتطلق الفوفيه شايدة يعني. انت شو نقطة ليش بعدك قاعد معهم. هي ملاق لقلك هي يعني كارلا وليا عم بيطلعوا يصيفوا بالبيت بالجبل. اوكي. يعني انا لوحدة بالبيت. اه. هي هيكي قصدي. اه. وانجا ببين قلوم. انا بكون نقلت. عرفت كيف. انا هلا ناقل عبات. وبعد ما خلص. وازا ملاحقت تنقول. مش رح نفوت كنا بهالتفاصيل كله. وازا ملاحقت تنقول شو رح تعمل. حضلكم بباق بفات. في شي. بطلع انا عبات الجبال واني بيزايا شو نعمل. يعني لك. انت بسؤال. اه. اذا اضطريت وتعيشوا بنفس الباب. تعيش انت بوضة وهي بتنام انت بوضة وهي بوضة. ما هو هيك هان ان احنا عمنام يعني. اه. وانا عمنام انت بقى بوضة ولا بسالون. ولا 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 ولا. لا بوضة لا انا محترم بوضة مش بالسالون. بوضة? بوضة عالتخت ولا عالارض. مش عال. لا اوقات هيك اوقات هيك يعني مسلا. انت بلاك وانت اصلا خلالها ستاشت سنة نمت شي مرة عالسالون بالسالون او بوطل عادة. كلنا نمنا بالسالون يا هشام. كلنا انما نمت بالسالون. بوطل عادة ايه. شي مرة نمت. بس ما جديد وسعيد. الواحد بده يظل متفائل. يعني اعزب من جديد ومتفائل? اعزب ومتفائل. مش انه يعني متفائل بانك زعلي بانك حزين. لا لا. مع انه منع الشغلة الحلوة ما بنصح حدا بالطلاق يعني نحن مش هولا نشجع الطلاق. انه ايه هيني طلقوا? لا. منع الشغلة. المهم العائلة. اذا قادرين توفقوا بين الطلاق وبان انه تظل العائلة مجتمعة لولاد واحد يعمله. مين متأثر اكتر بالوضع اللي صار انت ولا كارلا بصراحة? اول فترة منا سهلة. ابدا على اثنين. ادي سهلة الفترة? بس هلأ اثنين اثنين. ادي سهلة الفترة اللي عم احكا لنا? يعني ست شهور سبعة اثنين. اه سبعة اثنين. طيب. خلنا نعملك اختبار بسيط لنشوف شو اليوم شعورك تجاه طليتك. في عندك مشكل? حسب شو رح تسأل. فيني مجاوي. جاهز اول شي? جاهز. شو صار اسم كارلا على تليفونك? كارلا. كارلا. كانت كاركورا. صاريت كارلا. لك فتت انه بيكلم فتت وغيرت اسمها لان? لا صبع من زمان اعملتها كارلا لانه. لا بقلك لا لانه كاركورا يعني واحد يقول ان كاركورا يصيروا بوقات يقروا هي كاركورا مين كاركورا? نفكروا شي ولد صغير او ايك صاريت انه حسات غلط يعني. ايه سمعتها كارلا قبل? ايه. اوكي بعد شو بتصير كارلا حداد مع عائلة. لا لا رح تضال كارلا ما في غير كارلا. اوكي كم مرة بتحكيها بالنهار? شي ثلاث مرات اربع مرة. شو? لأ انتم بجاوزين كم مرة انتم تتحكيها? يا خي انا عن ليافي عنا بنتنا ما بدي اسأل عن البيت عنا. مصببت بس كم مرة اللي بتحكيها انتم بجاوزين? شي ثلاث اربع مرة. اوكي. هل محيت هل محيت هل محيت صوركم سوا? هل محيت صوركم سوا على انستغرام? لا. ما محيتهم? لا لا ولا بمحيتون. ولا هي محيتهم? لا لا ما افتكر محيتين. اوكي. مين احلى مرة، ما حلو تمحي تاريخك. احلى تاريخ عشتم بحياتك ما فيك تمحي. احلى بيت اتفاق بيتركو بس ما مش عبري مع غيره هلا لأ لأ بدي انه في وحدة تاني و بدي شوف عطيني كومنت عايز الصورة كلمة واحدة لابقين لبعضنا ايه ضحكت شوي هيك لأيك دخلك ضعفان بفترة الطلاق بصراحة فائدة الوزن؟ سبور عالسبور عالسبور مش عالشي تاني وعقلة اللحمة لأ من فقر ولا من مع انه اللحمة بروتيين ما نتنصح يعني من الفقر ولا من من قلة المصاري والغلاء اللحمة ولا من من ورا شو من ورا فساد اللحمة من الأسواق من قلة القابلية على الأوضاع يجيك طلاق بأسواق فترة كورونا وأزمة اقتصادية وطلاق منها هنا يعني هيا النكتة اللي نزلوه انه الرجال هلا عم عايش أسواق ايام حياته ايه انه مرته مش طيقته والكورونا ومش قادر يظهر وشغله واقف مماشو تذكرتها بس هدا عندك طولي ايه لا مش هلقاد يعني اوكي راحت ولا مراحت عليك كنت مقدم برامج ليتنايت شو متل ما بتحلموا بتحب اوه ما راحت اوكي انا بعادت عنا وما سعيت اللي كتير لانه شفت في كتير عم بجربوا في منهم نشحوا حاضرتك نجحت مثلا في منهم ما كتير نشحوا بلا ما نسمي متل مين يعني ما خلاص ما كتير نشحوا اوكي معروفين اوكي فيه كان عندي برنامج هلا تقريبا هيك بالفريزر ولا هيرجع ينطلق لا لا ما انتهى ما انتهى لان منقبل ومضينا ومنا نبلش ابضت دفع اولى ابضنا هلا للأمان انت كم مرسد قيب بتدفع اولى على برنامج لا يبصر النور بصراحة ايه صرت شاري سيارتين ورا الدفعات الاولى لا برامج ما ابصرتين برامج ما ابصرتين مش معقول يا خي ما معرف انا وجي نحاس مدري العالم عن حسين مدري شو بعرفنا ما عم بفهم لا عم بفهم لا عم بفهم لا وحظك يا زلزال بيدرب البلد اللي بدي اشتغل معه لا عم في بلدان كنت برا وشير ضربهم زلزال وعواصف وجك حلو والله حبيب حلو على البلدان طيب حسنا الحلقة ما راح تنزل لا راحت ولا ما راحت عليك كون مليونير ما عم فكر فيها بقى كنت عندك ليه هالطموح انك عم مصاري كتير؟ كلنا منفكر فيها كلنا منفكر انه ايه انا بدي اصير غني شي نهار من الايام انا بدي اصير معي كتير مصاري وبنشتغل عليها ومنضب قدمة فينا وبنشتري اللي بيخلينا نعيش مرتاحين بس هلا انسى انا مبسوط باللي عندي ايه مبسوط معك مصاري يأمنوك بالأزمة الاقتصادية ولا معقول تتوقع الحمد الله معي الحمد الله يلا قدلك هوا مسرياتك ومسرياتك انت وكارلا ولا مسيات كارلا.. نا 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 نسريش وكارلا وكارلا لحية اصمته؟ من زمان من زمان؟ لا لا مت فينا هالموضوع من زمان طيب وهي مع مصاري عدوا ولا بكرا؟ لا لا اريد معا لا يلا برافو خلينا نقول بهالزمن بتفضل تغني شو غيرك انا تفتيح العيون علينا للا يا خيية البلاكس الله يزيد ويبارك يا رب بهالزمن بتفضل تغني للكورونا او للدولار اه.. للدولار يمكن للدولار؟ انه الكورونا بشع كتير بشع شو رأيك مبلش شوي اختبار شخصيات؟ بتغنيني للدولار على طريقة وعي الكفوري وعي الكفوري تفوع الدولار أعرف 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 في أقرف من اللي صار نرجع سوى نصحى بيومي في أقرف نحضر أخبار ونرجع سوى نسبس بليلي شو أقرف نمسى اللي صار ونرجع سوى نصحى بيومي شو مقرف نسمع أخبار ونرجع سوى نسبس بليلي طالع نازل نازل طالع الدولار شو شو مقرف قوية كتير يلا بتغني للدولار على طريقة عاص الحلانة آه الله هي بدا بدا هيك حانا وقت الندب على الدولار روح يتمع للليرة للليرة ليرتنا لبنانية والسورية أوكي راحتو شو بيضل غير النق متل البومي عم قندبو إنعي وحسابي راح والدولار طار وتركني يا عد عم بكي ماجيدة الرومي كيف بتسيب صوتها؟ ماجيدة بحسة ما أخير هم الدولار ماجيدة بعيشة بسلام مزبوط بس ذكرت ماجيدة بموجة التيك توك هيدا التيك توك مش معقول انت ما عندك تيك توك؟ انا ما عندي تيك توك بس شفت نجوم عبي عملوا تيك توك قتلوني متل مين شفت؟ بصراحة انو قلت ما خرجك تيك توك مدين نجام مدين نجام اي 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 او ثلاثة اللي سميتون يعني انو عندو النجومية وعندكن اسم شو بتكو بالشغل يعني اللي بيعملوا تيك توك بيقلدو نجوم انتو نجوم مين عم تقلدو بس ما تيك توك وضرورة للتوجه لناس عمره من مثلا 14 من 12 أو 10 إلى 16 انو لا للتينيجرز يعني فيجوا مهور ببفوت على انستجرام بس ليه للتينيجرز والصغار مثلا بنتي عندها تيك توك كل نهار حطها التليفون وعم تعملوا حلو لقلون اوكي يعني ما بعرف انا ما بتخيل حالي عم بعملها اوكي شو قصت معجدار رومي و تيك توك؟ عندها اغاني هيك خارج تيك توك مثلا شفك مرة مثلا عم تخيلها عم تعمل تيك توك اغاني بيسي اسمه سيسي شعر عشر ومنها لما بتلني بضل عليها بتقلي بقها عندي بيسي اسمه سيسي شعر عشر ومنها اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما عندي مشكلة بالدولار. قد ما بدك. على الديك. على الديك. على الديك. دولار كمان. على الديك. لك عيني ربك يا دولاري قلبي. قلبي انت. هيدا خرجك على الديك. ليه خرجك? طبقة صوتك متل. قلبي عيني. هيا 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 والله. والدولار نتفنى ونتفنى ونتفنى. حبيب قلبي. يلي قلبي. جيب الدولار ولك علو. هاي والا والا والا. سمعنا الزقفة. موسيقى. جيب الدولار ولك علو . يا حيني. ولاقينا على البرنامج. طلري ترا. جيب الدولار ولك علو غاش . تررام تررررام. ولاقيني على الدكانة. وصر لي زمان باكل فتوش واشتاقت كتير للحم وصر لي زمان على الفتوش اشتاقنا للحم والفتوش وناني والكب الني يلا خليها شوف انا وياك زب زاب رح اطلك فيديو او اثنين فيديو على التليفيزيون اللي بوجهك وبتعطيني تعليقك شو رأيك يلا واحد اثنين ثلاثة زب زاب اول فيديو طيب ليش 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 توني ابو جاودة ليش بتحب توم انجاري من ورا هيدا الشي عنجا انا حبايت الابرا من ورا توم انجاري بس با والله العظيم اوه مرة بتقوله شو كان عمري كان عمري ممكن تسع سنين عشر سنين حضرتو انجاري بهيدا الكارتون بالذات وحبايت الابرا من وقت صرت اسمع اوبرا وهيدي من احلى الابرات يعني يلا طلب هذه فيك تعمق له المرياج دو فيجارو مثلا شاوه! 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 بتعابتك؟ لا لا! مثلاً لو كان فيك تعمل تنور؟ ايه! بلبنان؟ هدا بالعالم العربي يصلاً بيخليك لك فتت على الكونسيرفاتور بفترة بدي أدرس أوبرا يعني قد منصحوني كلهم كنت صغير بعضاً؟ لا بالجامعة بلجامعة بأول العشرينيات وشفت بروفسور هونيكة حب كتير الطبقة طبع صوتي بس قال لي يا توني بدك لا تقلد لا تصريخ لا تمثل أشياء فيها صريخ لا تغير بصوتك لا تاكل حر لا تاكل هايدي لا تقلت له يعطيك ألف عافظ لا يعني بدك تخل تعمل شو بقوله تخصص حياتك للأوبرا صح صح منا مسحة خاصة ده ممكن تعمله ما يطلالك مصاري أنا هيدا الفكرت فيه بصراحة ممكن ما تعيشك طيب يلا بعد بعد فيديو زيب زب بدحب تكون عضو بلجنة التحكيم أنا عضو؟ لا بدحب بدحب تكون رئيس لجنة قليل أدب بدحب تكون بدحب تكون رئيس لجنة التحكيم مرامج فنية أنا أكون بالتحكيم خبرنا خبرنا سر عن أبوديع خبرنا سر شو علاقتك بأبوديع بشخصية جورج والسوف أبوديع أسطورة أول شي يعني ومثل ما هو مشين هيك بيحبوه العالم لأنه بيحكي هيك ما بيقلو حبيب قلبي خليلياك أنا لجنة التحكيم عراسي والله إلي شرفكم بلجنة التحكيم بس والله ما ساقبت الظروف لأنه أنا أعمالي ما عم تخليني يعني كانوا كليشي جوال شو السر مع أبوديع يعني أنه أبوديع تعرفنا عليه من زمان وكان يحضرنا بكوميدي نايت مزبوط كان كل أسبوع يجي يحضرنا ينبصت فينا كان يحبني كتير يحب الشباب كلهم ويقعد معنا بعد الصهرة بعد المسرحية استرجي ما تقعد مع أبوديع نخلص المسرحية على 12 12 ونص في الأربعة خمسة الصبح لأنه يعطيين مع أبوديع ونكت وخبار أنا عيوني خدودي طاقته يعني رهيب زلمي رهيب خليلي قول بس أنه نحنا باللاف ستوري أنه في شي بيجمعني أنا وطاني وجنايد من 8 سنين نحنا كل الوقت بس نكون بالكواليس بنحكي مثل أبوديع كل الوقت بنحكي مثل أبوديع لا درجة يصرنا مثل بس حتى أقول في سر أنا يعني في شي بأبوديع نحنا عالم لأنه كوميديانز فمنفهم نحنا بعلم الرياكشنز يعني بعلم ردات الفعل أبوديع بشخصيته في ردات الفعل بتوصف اللحظات تمام يعني أنت اليوم حيالله إنسان إذا واحد قدامه عم بيحكي حكي وطول بالحكي وعم بيحكي حكي ما له طعمة إنت مكسيم طعمة الإنسان العادل فما بيعبر مثل ما بيعبر وصوف وصوف كيف بيعبر؟ خلاص 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 ها لجني التعديم تسر عيداك له وازوه مية بالمية مية بالمية هو دي أبوديع إذا كل العالم إذا إذا في حالة حدا بوجه عم بيطول حكي عم بيحكي حكي بالله طعم بيعمل له إنه خلاص خلاص ما بيطلع فيه خلاص حبيبي بزيادة يعطيه فرصة يعني حبيبي بزيادة بس كنا قصتنا جنيد هون او إذا واحدة بتجي عبوديع بتقوله بحبك كتير وأنا الحبي خلاص عطيني بوسة يا عبوديع خلاص بزيادة لجوه لجوه البوسة لجوه البوسة لجوه يا خيه أدمى بيهلكوه أدمى بيهلكوه يعني لك يلا خد بريك على طريق عبوديع يلا أقول أول تاني بريك بحلقة الليلة من راحة علينا راحة علينا راحة علينا راحة علينا راحة علينا موسيقى 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 بعد البريك عودة لحلية الليلة مراحت علينا مع النجم طوني أبو جاودي الكوميديا الأول اللبناني أو مت الأول؟ نجم الكوميديا علوني منانة الأرقام ما بتهمني ما بتهمني في نكون أول في نكون عاشر المهمة محبة الجمهور خليلي كماماتكم أنا بما أنه أنت بس بديقول بما أنه أنت ما بهمك الأرقام إلا بحسابي بالبانك يعني بحب تعمل مقابلات بلا مشاكل يعني ما بتحبي يطلع منا مشاكل المقابلة راح جرب أعمل لك مشاكل مش هالمشاكل المهمة بدينا ناخد رأيك أدي صلك من كوميديا توني أكثر أكثر من عشرين سنة لأنه أنت صلك أكثر من عشرين سنة بدي أخد رأيك بأفضل كوميديا وأفضل كوميديا أنا وياك راح نعمل اختبار أفضل كوميديا وأفضل كوميديا على الشاشة منشوف خيارين بتنقي منهم الخيار يتأهل لمواجهة الخيار اللي من بعضه راح نبلش بأفضل كوميديا حاضر توني حاضر توني كلهم أصدقائك كلهم بحبوك ما هم مشكي بالشخصة ما هم مشكي بالصداقة عم محكي بأفضل كوميديا بالمهنة توني رادي حاضر بدك تكون جريء يال شو جيبني أفضل كوميديا راح نبلش من هون راح يتأهلت واحدة منهم رولا شمية أو لليان نمري رولا أو لليان يعني لليان تاريخ لليان كوميديا من أهم الكوميديا في لبنان و رولا كمان رولا يمكن تاخد شخصيات أكتر من لليان مين؟ شخص؟ بدك تأهل؟ ايه بحبهم اتنينياتهم يلا ما بلشنا القاتة أصعب صعبين ما مثل بعض يعني يلا وحدة طب لليان مين أفضل؟ لليان نمري أو ميس حمدان يعني عربي ولبناني ايه ميس ليك ميس تجمع شاملة أكتر من لليان خلينا نكون صراحين كممثلة يعني ميس بتمثل وبتغني وبتقلد وعند الحضور يعني ميس حمدان ميس حمدان أو أنجو ريحان أنجو ممثلة رائعة ولكن كوميديا مننا كتير انت عم تحكي كوميدي ما ايه؟ كوميدي ميس حمدان يعني فضله بالتمثيل الدرامي لأنه بتبدع ميس حمدان أو أنجو ريحان ميس ميس حمدان أو بنيتة سعادة نفس الاختصاص بنيتة صديقتنا وزميلتنا بنيتة شوف لو عندها تجارب يمكن تمثيلية بنيتة أكتر قد ميس يعني بالوقت يعني بالموهبة تقريبا أطبع بالموهبة أطبع حتى بتجيل التقليد يمكن بنيتة أكتر ميس بكم بس ميس لأنه عندها رينج أوسع قدري تبين عن إطاق أوسع لكن بعد ميس المتقدمة ميس أو ايمي سامير غانم هلا لما تطلع على مصر بتصير أمور أصعب ممكن ايمي عندها حضور هيك أكتر ايمي؟ اي ايف ايمي سامير غانم أو ياسمين عبد العزيز ياسمين صرت عمت شو؟ ياسمين أصعب ياسمين عبد العزيز أو أمل عرفة اه اي دي أصعب اي دي أصعب اي دي أصعب شي هلا ياسمين عبد العزيز أو أمل عرفة عفكرة أنا عملوا علي ونفس الرياكشنز بنفس المحلات انه بين ياسمين عبد العزيز و أمل عرفة ما فيك تعمل بدك تعمل يلا ما يزعلوا مني اي محد عايز عل أمل أمل عرفة هلا بين أمل عرفة و شكران مرتجة شو شو؟ شكران؟ لا في معزة شخصية خلص ما ما فيه شكران مرتجة هي أفضل ممثلة كوميدي أو نورمان أسعد خلص أنا وقفت عن شكران وقفت؟ شكران مرتجة وآخر شي ما فيك بتقلي وقفت بين شكران مرتجة وسامية الجزائري من هو الأفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصوف نذهب بإذنه تعالى هلا شو بعمل شفت رجال بعد رو بالنسبة لألك بالنهاية القيمة التاريخية والاسم سامي هلأ عند الشباب عند الشباب عباس زافر أو عباس شهين عباس شهين عباس شهين أو فادر عيدة فادر عيدة فادر عيدة أو ماريو باسيل فادر عيدة أو جورج خباز جورج صرنا بغير نطاق جورج مؤلف وملحن كوميدي ومنسل فادر عيدي او جورج خباز فتكر جورج 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 خباز لحظة لازا عم تقول جورج خباز اهم من فادر عيدي فادي خي كتير مهم بس وقف بمحل معين يعني بالكاركترات وقليل خاصية اكتر يعني كمان ممكن ايه على انا مثله قليل خاصية فادي منشبه بعض يعني ما جورج ضل مكمل ونوع كتير جورج خباز فادر عيدي بتقول جورج خباز ومن منتشر اكتر حاليا جورج خباز ومن منتشر اكتر كانتشار جورج خباز والتقصير من فادي فادي فيكون اهم جورج بس فادي هلا بعيد عن كلشي جورج خباز او ايمان رضا يا الهي ميزة علمني بس جورج جورج خباز او باسم ياخور يا الله ضخم عنده كثير الظلم متعرف ماذا يعطي العيو ، ساعدوني مين باسم باسم جورج أو باسم يخور؟ ضل عن جورج ضل عن جورج جورج أم أيمن زايدان أيمن أيمن زايدان بس؟ أيمن زايدان ليس خ そう بل كوميل ايمن زيدان او حسام تحسين بيك ابوكي يا البرخشي ايمن زيدان ايمن زيدان او احمد حلمي انا بضحكني احمد حلمي في زكا كتير في احمد حلمي ايمن زيدان او احمد حلمي او نضال سيجري ضيعة ضيعة احمد حلمي او محمد هنادي او هنادي ايو هنادي خلص كاركتير يعني خلص جبت الكوميديم هيدا هو هنادي او ياسر العزمي اتقالك شو بيدحكني اكثر يمكن هنادي محمد هنادي او عاد الامام خلص خلصنا سكر عاد الامام عاد الامام اوكي عارضك هلا بعرف عرفت مين رح تحطني لأكثر اختبار واصعب اختبار عاد الامام ام دوليد الحام ما هيدا يا الله نينات ومربينا عليهم هني اهم اتنين بالعالم العربي هيدا خلانا تخطيها من اهم دوليد الحام او مين يضحكك اكتر دوليد الحام استنادا على انا مين امتابع اكتر بحياتي ومين اثر فيي اكتر بحياتي دوليد الحام اوه انت تبعت دوليد الحام اكتر من عاد الامام ايه ممكن قبل بعرفه قبل العاد الامام صح نوم من وقت صح النوم والمسرحيات اللي عملها ابو غوارد طوشي ايه اكيد اكيد بتعالده بتعالده يا ودقنا هيدا فاطوم مش انو انا ساكن بالطابق الفؤاني وانتو نزلتو اللي عندي لتحت اشلون ما عمشوفكم اشي ايه مع العوينات هو مع الشواري ببيزبول اكتر كان هيلاريس كان وكيف ما احسني الورظار الله يرحمه هه سامحونا ها هه 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 انت敢لي داكتر ابو عنطَر ماالك ولو عيونك بالارضية ولو شنك بالافكاه هوا ول ما 어떻ية اريشامو بتحبني ولا ما بتحبني عندك شانكليش باعرف ما عندك بس ايك حيواني حيواني ليش؟ كان يقول كان يقول الحصور ورز لانا جملة اذا عاردت عن تاعرف اذا عردنا ان نعرف ماذا في البرازيل علينا ان نعرف ماذا في ايطاليا اذا عردنا ان نعرف ماذا في ايطاليا على انعرف ماذا في فرنسا فالطوم سامحونا هاي الجملة جملة طيب الله يرحمه هلا نحن نحن نحوار مختلف. أنا بسألوا أنت بدك جاوب بتقليد شخصية. أوكي؟ يا أما بالغنى. يا أما بتقليد شخصية يا أما بالغنى. لو مايكل جاكسون عيش بزميننا. شو كان بيقول؟ أنا أسفة. أنا أسفة جداً لكل الناس. لكل ما يحدث هنا بسبب دونالد ترمب. أنا لا أحب هذا. هلا شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. أما بذلك. هل أنت مليسك؟ هل هذا يفعلني بشكل؟ إذا عزمك اليوم هو حق صيني على الغدق بتقبل أمaba بتقبل دعوتوا لا بالصين ما بإقبل هون إذا طلبنا الدل deer كيف أقول كيف يدعيك ماشي اقص amiga لقد أقصت بصين دمبلين دايا سنة. دمسم. شايدا. شايدا. هادا شو اللي بهاك? شو اللي بطير? اوكي. اه هلأ اه شو بحس توني بارود لما يخبروه انو الدولار عبيطلع والليرة عم تنزل? مشاهدين انا مرحب فيكم بحلقة جديدة محطيت لنا احنا معكم لنربحكم هلأ دولارات. عم بيقولولي بداي انتي. ما في دولار. شو بنا نربح يا خي. شو بنا نربح. ولع. ولع البرود شرقط ما بقى في دولارة بالسوق. شو بدي اعمل. بدروع اصحب. بدروع حاطة حاطة بالبنك. شررقط. اوكي. يلا. اذا رجع نيرون الامبراطور الروماني. بيرجع بيحرق اليوم بيرجع بيحرق العالم برأيك? يلا. اısبار حطavo حاطة. برأي نرشو لكني شو بيره定. بيرجع بيحرق倍ول لنربح بعض العالم بير means. يسمى مادغاسكار ولكن لا أعرف أين كانت موجودة أعطني الوائن أعطني الوائن أعطني الوائن أعطني الوائن أريد أن أضغطكم الفنان الكبير طبعا أكيد الراحل الكبير أنا شبقى السوري فات بلان عنده غنيت لارتش بحدك يا المطور طبعا تعفت غنيها؟ بغنيها مثله شليسAY وشف التلائق برضائها وشغر الكياền البناية شغر الكياền البناية لارتشب ح حدك يا لموتو رجب الطيارة غير واشوف الطيعة من البلورو شاورلك يا لبني لطير وعلي وعلي فوق فوق موبك يا هريح واشوف احمي يدير عنه وضحك السرح بالغنم لطير وعلي وعلي فوق 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 موبك يا هريح واشوف احمي يدير عنه وضحك السرح بالغنم لرجب حدك يا لموتو رجب الطيارة غير لرجب حدك يا لموتو رجب الطيارة غير واشوف الضيعة من البلور شاورلك يا لبني شاورلك يا لبني ياوووما اخر سؤال كيف شام حددت بياخد برايك لدني بشرف مش يدينا بعدة أول عن الحلقةạn يا الله أخيري بريكي منيخ دو روح موسيقى راحت علينا موسيقى 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 شفاف ميهول شوح دي يعني بس ووشه خرجه بوصي هو أصلا يعني بس بنا واحدة اللي أنا سمته موحدا شرير سفيه شرشبيل شرشفير مغير ألم يلا هلأ شو طب تقليل شرشبيل أكره السنافر هلأ عمل في حياتي هرهور هرهور شو فيلم الله ما بدك فيلم يلا هيده ووقح هيده فيها شوية تشغل شكرا 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 ايوه هود الكباب ايوه الارهاب الكباب شش الكباب اي دول افيت كتير بس دكشة الارهاب البشة كفيني اوكي هلأ مسلسل هلأ مسلسل اوكي طبعا نوضيح للجمهور أنا برسم أحلى من هيك بس لأنه سلح عاكيد هلأ رح نشوف كيف ترسم احلى من هيك شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باتمان اشتركوا في القناة باتمان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة